كان من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء لكنها أرجئت قبل أقل من 17 دقيقة من وقت الإطلاق وذلك بسبب التقس السيء في محيط مركز كندي أنها رحلة سبيس أكس التاريخية التي أطلقت اثنين من رواد الفضاء الأمريكيين المخضرمين في رحلة استثنائية إلى محطة الفضاء الدولية بعد تسع سنوات من الانتظار انطلق الصاروخ الذي صنعته شركة سبيس أكس الخاصة بحضور مدير إدارة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا جيمز بريدنستن الذي حضر الحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بينس وعلق على الرحلة التاريخية بالقول We did it لقد فعلناها حيث مر وقت طويل على إطلاق رواد فضاء أمريكيين على صواريخ أمريكية الصناع من الأراضي الأمريكية وها هو الحلم يتحقق من جديد المهمة أطلق عليها اسم ديمو 2 وعند الساعة الثالثة واثنين وعشرين دقيقة بعد الظهر بالتوقيت المحلي أي التاسع عشر واثنين وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش انطلق صاروخ فالكون تسعة والكابسولة كرو دراجون من منصة الإطلاق 839 في مركز كيندي للفضاء بولاية فلوريدا رغم أن خطر الإلغاء بسبب سوء الأحوال الجوية كان 50% وتم تأجيل عملية الإطلاق التاريخية في اللحظات الأخيرة يوم الأربعاء وذلك بسبب سوء التقص وتابع الملايين الحدث وذلك بشكل مباشر على تلفزيون ناسا وحساباتها على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي وانطلق الصاروخ حاملا رائدي الفضاء الأمريكيين باك بينكن 49 عاما ودوغ هيرلي 53 عاما إلى المحطة الفضائية الدولية وسيكون بينكن قائد العمليات المشتركة للمهمة الفضائية حيث سيكون مسؤول على أنشطة مثل الالتقاء بمحطة الفضاء والالتحام بها وأيضا الانفصال عنها أما هيرلي الذي شارك في آخر مهمة فضائية قام بها المكوك أتلانتس في يوليو عام 2011 فسيكون قائد المركبة الفضائية والمسؤول عن أنشطة مثل الانطلاق والهبوط والاسترداد وكأجراء احترازي في ظل وباء كوفيد 19 اضطر الرائدان لوداع عائلتيهما عن بعد مترين بأحضان افتراضية تبعا لقواعد التباعد الجسدي ومنع الفيروس من الصعود إلى الفضاء وخضع رائدان الفضاء للحجر الصحي الاحتياطي منذ الثالث عشر من مايو عشرين عشرين ما جعل لحظة وداعهما لعائلتيهما عن بعد مثيرة للتعاطف وقد تسببت ببكاء الجمهور وانطلقت الرحلة من نفس المكان الذي نقل منه صاروخ ساترن 5 مهمة أبولو 11 أول رحلة مأهولة إلى القمر ومنه انطلقت أيضا أول وآخر مهمات للمركبات الفضائية الأمريكية ونجحت صواريخ فالكون 9 وفالكون هافي من سبيس اكس حتى الآن في توصيل حمولات الشحن المتعددة إلى المدار لكن دوغ هيرلي وبوب بانكن هما أول شخصين يقومان برحلة مع شركة رحلات الفضاء الخاصة ومع هذا الإطلاق الناجح تبدأ مهمة تستغرق عدة أسابيع لهيرلي وبانكن والتي تتضمن بعد ذلك الوصول إلى محطة الفضاء الدولية واستغرقت كرو دراجين أولا نحو 30 دقيقة وذلك لإجراء اختبار التحكم اليدوي وقد تولى هيرلي وبهنك المسؤولية القيادة والطيران بالمركبة الفضائية بأنفسهم وهذا الأمر لا يحدث عادة في مهام كرو دراجين العادية وذلك بالنظر إلى أن المركبة الفضائية مصممة لجعل الرحلة إلى المحطة الفضاء الدولية تعمل بالكامل بطريقة آلية وتخطط سبيس أكس لبدء إرسال رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية وذلك للقيام بمهام تشغلية منتظمة بالكامل وفي وقت لاحق من هذا العام صارت الأمور على ما يرام كما وقعت اتفاقية لبدء تقديم أماكن للركاب أيضا الذين يريدون الذهاب برحلات سياحية فضائية عبر كرو دراجين في وقت مبكر من العام المقبل فمن هي شركة سبيس أكس؟ في عام 2014 قدمت وكالة ناسا عقودا لكل من سبيس أكس وبوينج لتقديم خدمات إطلاق طاقم إلى المحطة الفضائية ووفقا لوكالة ناسا فأن هدف المهمة هو إظهار قدرة سبيس أكس على نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء والعودة بهم بأمان وبهذا أصبحت سبيس أكس التي يملكها الملياردير ألون ماسك أول شركة خاصة ترسل روادا إلى الفضاء وهذه المرة الأولى في التاريخ التي تنقل فيها الشركة تجارية بشرا إلى مدار الأرض كما تشكل لحظة مهمة لوكالة ناسا وعشاق الفضاء الذين انتظروا حوالي عشرة أعوام لرؤية عودة الرحلات البشرية إلى الفضاء من البر الأمريكي وكانت قد أنشأت وكالة ناسا برنامج كرو سبيس التجاري لتحفيز وتطوير مركبات الإطلاق الخاصة التي ستكون أيضا قدرة على خدمة العملاء التجاريين بالإضافة إلى الوكالة وذلك من أجل تحمل تكلفة الإطلاق بشكل عام وقد حصلت كل من سبيس أكس وبوينغ على عقود رابحة من خلال هذا البرنامج وتطوروا بعد ذلك أنظمة إطلاق بشرية لكن سبيس أكس هي أول من نجح في إرسال رواد الفضاء إلى المدار وذلك بعد أن واجهت بوينغ بعض المشكلات غير المتوقعة في آخر رحلة عرض غير مأهولة ومنذ عام 2011 تعتمد وكالة ناسا على وكالة الفضاء الروسية لنقل روادها إلى محطة الفضاء وتعني عودة قدرات رحلات الفضاء الأمريكية أيضا بأن وكالة ناسا لن تضطر إلى الاعتماد على وكالة الفضاء الروسية روس كوزمو ومركبتها الفضائية سيوز وذلك بشكل حصري لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية ونتيجة لذلك أيضا يمكن لناسا توفير أكثر من 30 مليون دولار لكل رائد فضاء في الرحلة ولكن ماذا عن السباق نحو الفضاء؟ بما أن الأرض لم تعد تسع للقوى الكبرى لسيما الولايات المتحدة والصين وروسيا فقد يصبح الفضاء المحطة التالية للتنافس والذي وصف بحرب النجوم إبان الحرب الباردة إذ تخطط الولايات المتحدة للسعادة التفوق الذي كانت تتمتع به عبر إطلاق أول رحلة مأهولة من الأراضي الأمريكية ومن هنا بدأ برنامج كوميرشل كرو بروغام التابع لوكالة الفضاء الأمريكية والذي يهدف إلى تطوير مركبات فضائية خاصة لنقل الرواد الأمريكيين إلى الفضاء وذلك في عهد الرئيس السابق باراك أوباما لكن خلفه يعتبر الأمر رمزاً لاستراتيجيته لإعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية على الفضاء سواء العسكرية مع إنشائه سبيس فورس أو المدنية وأمر ترامب ناسا بالعودة إلى القمر في عام 2024 وهو جدول زمني ضيق لكنه أعطى الوكالة الفضائية دافعاً ففي الأعوام الـ 22 لإطلاق المكونات الأولى لمحطة الفضاء الدولية اقتصر إرسال التواقم إليها على المركبات الفضائية التي طورتها ناسا ووكالة الفضاء الروسية واستخدمت وكالة ناسا مركباتها المجنحة الضخمة والبالغة التطور التي نقلت العشرات من الرواد إلى الفضاء لمدة ثلاثة عقود لكن كلفتها الباهضة والبالغة 200 مليار دولار لمائة وخمسة وثلاثين رحلة إضافة إلى حادثتين قاتلتين وضعت حداً لهذا البرنامج وكان آخر هبوط للمركبة أتلانتس في 21 يوليو عام 2011 وبعد ذلك تعلم رواد الفضاء الأمريكيون اللغة الروسية وسافروا إلى محطة الفضاء الدولية في صاروخ سويزا الروسي من كازاخستان في شراكة نجت من التوترات السياسية بين واشنطن وموسكو إلى أن هذا الترتيب كان مؤقتاً فأوكلت ناسا إلى شركتين خاصتين هما بوينغ وسبيس اكس مهمة تصميم مركبات فضائية وبنائها لتحل محل المكوكات وبعد تسع سنوات أصبحت شركة سبيس اكس التي يملكها ألون ماسك رجل أعمال الجنوب أفريقي الأصل والذي أسس أيضاً بايبال والتسلا في العام 2002 جاهزة احتاجت تحضير لعملية الإطلاق إلى خمس سنوات إضافية عما كان مقرراً لكن حتى مع هذه التأخيرات تغلبت سبيس اكس على بوينغ فقد فشلت رحلة بوينغ التجربية لمركبة ستارز لاينر بسبب مشكلات خطيرة في البرامج وتوجب إعادة بنائها في المقابل قال رئيس وكالة الفضاء الروسية روس قوسموس في مقابلة معه أن روسيا تخطط لبناء محطة فضاء جديدة لأن محطة الفضاء الدولية الحالية ستستمر في العمل لعقد آخر فقط على الأكثر من جهتها تخطط الصين أيضاً لإطلاق مهمة إلى المريخ في يوليو المقبل تشمل هذه المهمة إنزال روبوت يتم التحكم فيه عن بعد على سطح الكوكب الأحمر وفق ما أعلنت الشركة المسؤولة عن المشروع وقد استثمرت بكين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي في محاولة للحاق بخصمها الولايات المتحدة وتعد مهمة المريخ من المشاريع الفضائية الجديدة التي تسعى الصين إلى تحقيقها ومن بينها إرسال رواد فضاء صينيين إلى القمر وامتلاك محطة فضائية بحلول العام 2022 وهدف المهمة الصينية وضع مسبار في مدار حول المريخ وإنزال روبوت لاستكشاف سطح الكوكب ودراسته وسيستغرق الأمر أشهراً عدة لتغطية المسافة بين الأرض والمريخ والتي تقارب الخمسة وخمسين مليون كيلو متر تقريباً والتي تتغير باستمرار وذلك بسبب مداراتها الكوكبية ومن جانبها تعتزم الولايات المتحدة والتي كانت قد أرسلت أربع مركبات استكشافية إلى المريخ اطلق مركبة خامسة أيضاً هذا الصيف من المفترض أن تصل إليه في فبراير عام 2021 وفي ظل هذا السباق لنتعرف على المركبات التي نقلت بشراً إلى الفضاء خلال الستين سنة الأخيرة بداية فوستوك السوفيتية التي حملت يوري جاغارين إلى الفضاء عام 1961 ومن ثم أتت ميركري الأمريكية التي حملت جون جالين أول أمريكي إلى الفضاء عام 1961 ومن ثم أيضاً انطلقت جيمني الأمريكية التي دربت رواد الفضاء الأمريكيين عام 1965 وذلك بهدف الذهاب إلى القمر أيضاً من ضمن الرحلات سويز السوفيتية الروسية حيث بدأت رحلاتها عام 1967 واستمرت حتى الآن أبولو الأمريكية الشهيرة وحيث استمرت من عام 1968 إلى عام 1972 بالإضافة إلى ذلك المكوك الفضائي الأمريكي الذي انطلق من عام 1981 واستمرت رحلاته حتى عام 2011 ومن ثم شينزو الصينية منذ سنة 2003 وأخيراً دراجون أي التنين الأمريكية التابعة لشركة سبيس أكس التي انطلقت في عام 2020 ومن المتوقع أن تستمر مهمة دراجون بين شهر وأربعة أشهر إذ التحمت مركبة كرو دراجون 2 الفضائية بنجاح بمحطة الفضاء الدولية وسينضم الرائدان هيرلي وبينكن إلى ثلاثة آخرين بمحطة الفضاء هما كريس كاسيدي من وكالة ناسا ورائدين الفضاء الروسيين أناتولي إيفان نينج وإيفان فاغنر وكان فاغنر قد غرد في وقت سابق ليقول أنه ينتظر الثنائي في محطة الفضاء شكرا